الوضع السياسي في البلاد كانت تشخر انتو ما تعرفوا المهم اني تونس اليوم الجمعة التالي كنا نظنوا اللي فمه امكانية لرأب الصدع فمه امكانيات ربما كبيرة من اجل تقريب وجهات النظر كنا نقولوا وكنا نتمنوا انه تكون الفترة هذية اللي نعيشوا فيها ما بعد المحاسبات ولا المحاكمات انه هي تبرز شيء في البلاد انه ما نبدأوش نخلطو الحابل بالنابل وتكون هالمسألة هذية ما تكونش كيمة الشجرة اللي تغطي الغابة بل انه عنا برشا حاجات اخرى يلزم نعملوهم ونتلهاو بيهم يا اخي ما راعنا الا انه فمه شكون صب الزيت على النار وولينا رجعنا الى المربع السفر الى مربع التخوين الى مربع انتي عندك الحق وانا ما عنديش بالرغم اللي شفنا المساء الهذية كيفاش تعدات الويكاند اللي فات ناس خرجت الدافع على فكرة الدافع على ناس وهو من حقهم لانه المحام اليوم واللي موجودين في جبهة من الجبهات ولا في حزب ولا غيره من حقه انه هو يراه الرؤية السياسية اللي تناسبه واللي راها هي صحيحة في مخالفة للرأي السائد او للحاكم او لكل المؤسسات اللي موجودة في البلاد ولكن احنا نقوله اللي راهوا الجمعة هذه والاسبوع هذا زادت صب الزيت على النار لانه التصريحات والتصريحات المضادة وهاني نستنى فيك في الدورة واخراج التصريحات المعينة وربط شي بشي اخر ولينا رجعنا الى مربعات دنيا مربعات اولى اللي ما تمنيناش انه تكون موجودة اه التصريحات متع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحقيقة واسم حولي هنا وماهوش دفاع ولا حشك في معاك هي تنجم تكون جات نتيجة او رد فعل على خطب ولا كلام رئيس الجمهورية وتصريحاته كيف في كل مناسبة وغير مناسبة يتحدث على انه اطراف الاتحاد العام التونسي للشغل وإلا المبادرة اللي قدموها راهوا ما عاش عندها حتى معنا وما عندكمش الحق في مبادرة الى اخره ووحدة بوحدة ولينا نمسه في العظم الحي لانه انا نعتقد اللي واسم حولي في هذه نعتقد اللي كلام الامين العام ما جاء كان رد فعل ونغف لي شي معناها ما اخمامش فيه وما اخمامش في العواقب متاعه لانه الناس الكل رينيهم الان انهم يخلطوا في الحابل بالنابل احنا ماذا بينا على الفرز راهوا اذا كان نخلطوا كل شيء مع بعضه الهجرة غير النظامية وجود الاشقاء ما وراء الصحراء في تونس بطرقة غير قانونية اللي ما ترضاهاش حتى دولة اخرى ولكن كنجيوا نتكلموا احنا واحنا مأزومين ومتأزمين مع صندوق النقد الدولي ومع الاطراف السياسية ومع غيره نوليوا كلامنا معناها ياخذ اضعاف اضعاف معناها مبتغياته اليوم ماذا بينا نفرزه وحالة الفرز هذه ما تكون كان من العقلاء انا الحقيقة اللوجه وكلنا اللوجه على العقلاء لانه الشعب التونسي لا يريد من يقسمه الشعب التونسي غير مقبل على حرب اهلية لقدر الله الشعب التونسي ما يحبش يحب يقر يولاده يحب مستقبل منظور على كل حال كيما برشة دول تشبهن ما يحبش يكون يخون في الاخر بقدر ما يحب انه القضاء يكون ناجس والقضاء بالالف والياء يمكن انه يوصل الى النتيجة ويبينها للشعب ولكن الناس اللي تغلي في البرمة على جنب واللي قاعدة تصب في الزيت على النار هذوما ماذا بينا زادهما يتطبق عليهم القانون لانه راهو ما يساعد حتى حد اذا كان تونس لقدر الله تدخل في بوتقة لا رجعة فيها من نوعه انه احنا نكونوا ما عادش عندنا شركاء ما عادش عندنا كيفاش نخاطبه العالم والعالم ظالم هو نعرفه والعالم عنده معناها حقوق الانسان وغيره وراها يحسب المصل حمتع البلدان الكبيرة ولكن احنا كيفاش ننجموا نعيشوا كيفاش ننظروا الاصغارنا والشبان متاعنا اللي هما حتى يتوقوا الى هجرة نظامية معا طريق الفيزا قاعدين اليوم شوفوا كيفاش نقصوا لهم معناها نقصوا الاعداد وكيفاش الناس ما تنجمش تحقق حتى احلامها في ظل ضوء كبير ويدفعوا فيهم الى انهم الى الهجرة غير النظامية وكذلك العائلات والتوانسة يتحدثوا صحيح على قلة ذات اليد ولكن بالقانون ولكن ايضا بكل واحد يتفهم الاخر وبدون مغالاة وبدون سب وشتم وبدون ايضا ما نخليه العالم يغزرنا على اساس انه احنا اضحكا او لا قدر الله قضية لا تحل اليوم تونس الكلها في عنق الزجاجة وليس الاقتصاد فقط كيفاش النجم ونخرجوا من عنق الزجاجة هذا يلزمنا بارشا حكمة والحكمة اول من يتحل بها هما الفاعلين السياسيين سواء كانوا سلطة وإلا معارضة اليوم ماذا بينا حكما يزادا يخرجوا من بين ظهرانينا ونقصوا شوية من الخوف ومن التراجع وراهوا اللي عنده كلمة فيها حق يلزموا يقولها وما يخشاش لو متى لأم ماذا تخشاش لو متى لأم اشتركوا في القناة